بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات للمستوى الثالث تعليم مفتوح لائحة عن شمس التعليم المدمج برنامج النظم المحاسبية للفصل الدراسي الثاني 2019-2020 معكم الدكتور هشام حسيني جندية دكتور مادة المحاسبة في قطاع المهن غير التجارية سأشرح لكم المخاضرة التالية إلكتروني من خلال التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا ربنا يحفظنا جميعا وتتناول هذه المحاضرة إطار نظري للمحاسبة في المهن غير التجارية حيث تتضمن الإجابة على التساؤلات التالية التساؤل الأول يا جماعة ما هو المقصود بالمهن غير التجارية؟ نقدر نعرف المهن غير التجارية بأنها أعمال متخصصة تعتمد على مجهود ذهني ومنها أصحاب المهن الحر مثل الطبيب والمحاسب والمحامي والمهندس ندخل على المحاسبة أصحاب المهن غير التجارية بيستخدموا في القياس المحاسبي أي قياس نجد أن أصحاب المهن غير التجارية بيستخدموا أساس محاسبي مشترك يجمع بين الأساسين النقدي اللي هو الكاش لقياس الإرادات يعني بيستخدموا أساس القياس النقدي كأساس محاسبي اللي هو الكاش في قياس الإرادات ويستخدموا أساس المحاسبي أساس الاستحقاق لقياس المصروفات لكسبنسيس وبالتالي طبقا لأساس الاستحقاق يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات كسبنسيس أي يدخل في الحسبان كافة المصروفات المتعلقة بالسنة بصرف النظر عن واقعة السداد ومن ثم تظهر تسويات جردية من مقدمات ومستحقات زي ما هنشوفها في العمل بعد كده ده التساؤل الأول أما التساؤل الثاني ما هي عناصر النظام المحاسبي للمهن غير التجارية نجد أن النظام المحاسبي في قطاع المهن غير التجارية بيتكون من مجموعة مستندية وأخرى مجموعة دفترية إذا نظرنا إلى المجموعة المستندية نجد أنها تضم المستندات التي هي دوكيومينتس المؤيدة لجميع العمليات أنت عارفين أي عملية لا بد أن يكون لها مستند التي يقوم بها صاحب المهنة وتنقسم هذه المستندات إلى external أي مستندات خارجية والتي تنشأ بمعرفة الغير خارجية يا جماعة يعني من خارق قطاع المهن غير التجارية مثل إيه؟ مثل فواتير شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لمزولة المهنة وبيتم أخذ هذه الفواتير أو أخذ هذه الديكيومينتس المستندات من الموردين وأيضا هناك إيصالات الإيجار والمياه والنور والتليفون أما المستندات الأخرى فهي الانتيرنال أي المستندات الداخلية فهي التي تنشأ بمعرفة صاحب المهنة من داخل القطاع زي يا جماعة زي كشوف المرتبات والأجور التي يقوم بإعدادها قطاع المهن غير التجارية بعد كده المجموعة الدفترية تتمثل في دفاتر إلزامية إلزامية يعني يا جماعة يعني لابد على قطاع المهن غير التجارية أن يقوم بإمساك هذه الدفاتر إلزاميا طبقا للقوانين ومنها مثلا قانون الضرائع وبالتالي كحد أدنى بيتم مسكة مجموعة من الدفاتر منها دفتر اليومية وهو جورنال حيث يسجل في هذا الدفتر يوما بيوم كل الإرادات اللي هي الريف نيوز وكل المصرفات الإكسبنسيز الفعلية الأكشوال المتعلقة لمباشرة المهنة ويمكن لصاحب المهنة أن يستخدم دفتر يومية عادي ودفتر اليومية العادي ده أنتوا عارفين يا جماعة بيحتوي على عمودين عمود للمدين اللي هو الدبت وآخر العمود الثاني للدائن اللي هو الكريدت بالإضافة زي ما أنتوا عارفين خانات البيان ورقم الكيد والتاريخ ويمكن أيضا أن يستخدم دفتر يومية ذو أعمدة تحليلي وطالما قلنا عمدة تحليلية يبقى معنا كده طبقا للطريقة الأمريكية وفي هذه الحالة يكون هذا الدفتر بمثابة دفتر يومية ودفتر أستاذ في نفس الوقت حيث يحتوي على عمدة تحليلية يمثل كل منها أحد الحسابات المتعلقة بالنشاط المهني مثل حسابات حساب مصلحة الضرائب، أصول ثابتة، أتعاب مباشرة المهنة، البنك جاري، السندوق أو الخزينة، ورأس المال إلخ بالإضافة طبعا إلى خانات البيان ورقم الكيد والتاريخ الضفتر الآخر وهو ضفتر الإيصالات الذي يثبت به المقبوضات المتعلقة بمباشرة المهنة بالإضافة إلى كده يمكن استخدام دفاتر أخرى مثل دفتر يومية النقدية ودفتر يومية الأتعاب ودفتر يومية صندوق المصروفات النثرية صندوق المصروفات النثرية ده جماعة باستخدمه لإثبات المدفوعات صغيرة القيمة ويتم إمساك هذا الدفتر على أساس نظام السلفة المستديمة وهناك دفتر أستاذ العملاء ودفتر الأستاذ العام جنرال ليتجر مع تحياتي وبالتوفيق دائما دكتور هشام حسيني جندية